مع الذكر وعن الظلم اتذكرت واحد اذكره يقوله واحد من ربعي هي تدخب امر الظلم والأمور هذه يقوله شوف بعض الناس انها تبحث الخطاء عن الناس يعني لو يقتل الانسان ينظرون انه كان انها قاصدهم والانسان ممعصوم عن الخطاء نهائيا لكن المصيبة لصار الواحد يعني ناظر صغر الأمور وكبر الأمور فيقول هذا واحد طالأمور رد على واحد بحد البرامج كتب كتابه يمدح فلان يعني ذاك اذار جاه ترقية وكتب كتابه ويثني عليه ويمدحه وكتب اسمحونا على كلمة ذي بيقولها واقع شي قاله وتستحق ذلك وعسى الله يوفك وندعي لك انت اجودي ابن كرام ما كتب ابن كرام بل خطاء كتب انت ابن حرام بل خطاء ابن حرام وهو بيقول ابن كرام وهي معروفة كلها مدح بس الخطاء في الكلمة الأخيرة صور الرجال محادث الرجال وشكاه لا حول قال اثبت ان يانا بن حرام لكن الله يعز حكومتنا ما تمشي عليه مثل المور يعرفونا ما في ظلم عندنا الحمد لله كل شي عادل يطبق على الشريعة وفي ناس مختصين مثل الله يحفظهم مضفين نياب العام محققين يعرفونا اللي يقصد الشيء و اللي ما يقصده معروفة قال له مانا جمعت الخير كلها مدح بسبل الخير طلعت هذا الخطاء فبيحاولون يهدونا النفوس فقالوا يعني يدرون ان هذا مختي من غير قصد وهذا زعلان عشان على بال ان ما يدرعد هو هو الرجال لقى زلّة ولا ماذا ماذا هو الهدف فراحوا طلع عمر قال نبي نسوي الصلح بينكم ذاك عية المهم ان انتهت امورهم و رجال قام يدع عليه يعني قاعد يدع عليه والله الله سبحانه وتعالى يعلم بالنواية فيدعي ربي يقول الله العظيم على طول طلعة المكة قاعد عليه ان الله اعلم بنيتي انا ما لي قصد اقول تحطه بذمة كنيانا اقصدك بهالكلمة هذه قال انا معلم من تقصدين وتقصدين انا علي ان كنت كتبت هالكتابة دي قال يا ابنها الجواد انا مدحك طلعت عندي ابن كرام كتبت ابن حرام بل خطأ انا ما لي قصد فسبحان الله يقول اسألت واتساب لا بتويتر بالعب ايه بتويتر فيطل عمر يقول رادي عليه يقول اقسم بالله مارجعت من مكة الا الرجال يطقطق ببان بيتنا يقول تجيني حلوم من قشرة بسبتك و انت لب الحلم يقول والله ان تجيني حلوم يقول ما علموش الحلم لكن يقول درايت ان فيه شي فاي يقول سامحك قال الله لا يسامحك والله ما رحت لمكة عشان ما سامحك الله لا يسامحك يقول والله نفسيتي دماري يقول والله العظيم ان اطلع بعض وقتها قاعد حطيدها على يقول حطيدها حطنا راسها على يدي يطل عمر عند الباب وقاعد اطلع اشوفها يقول الرجال حتى يقول انا والله ما حزت يعني ما هانت علي ان اشوفه بالوضع ذا يقول من سامحته والرجال يقول زانت نفسيتي و زانت حالته قلت والله يشهد الله و ملاكت اني مسامحك اليوم الدين لكن انتبه تظلم احد ثاني قال يا اخا انا ما للا الظاهر قال ابنالجواد انا مدحك انا مدحك بس طرعت بل خطأ قال ليش هو ناظر الناس انه يقول لانه هو مشحون من الناس قالوا لها قالوا يتسفت ترك الرجال يعني انت حسب اذا رد عليهم قال ان الرجال اكيد بل خطأ بس ان لا اللي حول اشحنوه و راح شكا هذا خطأ واحد يدخل بنوايا الناس ما تعلم في نية الناس كل انسان مخطي اشتركوا في القناة